وعندنا كمان خبر سعيد جدا يخص طبعا نجمنا الكبير الكابتن مؤمن زكريا النهاردة زي ما حضراتكم عارفين يمكن سافر سافر الى الامارات عشان يعني يحضر كمان سافر الى دبي بيحضر مباراة طبعا نهائية لكأس الخليج العربي اللي هتجمع بين فريق شباب اهل دبي وفريق النصر على ملعب الشرقة يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله كمان سهم يعني الواحد بيفرح بالرموز النادي الاهلي وكياناتها الكابتن محمود الخطيب دايما موجود في كل المناسبات الرياضية العالمية على مستوى مصر على مستوى العالم كمان عندنا مؤمن النهاردة كمان بيسافر لدبي عشان يشارك كمان فيه بطولة كبيرة جدا بطبسك جدا لما طبعا في مصر مؤمن زكريا يعني بيكرم وما فيش حد ابدا بينساه كمان على مستوى دولة الامارات الشقيقة دايما بنتكلم عن هذا التتويج النهاردة حتى هو كان يعني سعيد جدا لابتسامة كانت على وشه كاس العالم العربي النهاردة أو كاس الخليج العربي في الامارات النهاردة كتبت الصفحة رسمية لشباب أهل دبي كمان كانوا قالوا بنرحب بمؤمن زكريا في وطنه التاني وتشرفوا بحضوروا نهائي كاس الخمسين كاس الخليج العربي زي ما قلنا والصفحة كمان كانت بتقوله يعني أهلا بالنجم الكبير في أرض زايد الخير زايد الخير هي حقيقي كمان على الجانب الآخر بقى موقع نادي شباب الأهلي كمان حسابه الرسمي تويتر النهاردة عملوا فيديو كده كانوا بيرحبوا به والحقيقة كان طبعا هو كضيف شرف لنهائي كاس الخليج العربي والفيديو ده كان فيه طبعا أحد أهداف مؤمن الجميلة جدا واحتفاليته الشهيرة اللي بيقلدها النهاردة كل نجوم الفريق النهاردة يمكن مؤمن خلاص بقى رمز يعني بقى آيكونة أنا كنت سعيد جدا بهذه الدعوة وكمان سعيد بالفيديو استقبال كبير الطرف الثاني كمان نادي الناصر النهاردة في المباراة النهائية لكاس رئيس الإمارات كان ناشر فيديو هو كمان بيرحب بمؤمن زكريا النجم المصري الأهلاوي الكبير كابتن مؤمن برضو زي ما قلت لحضراتكم كان سعيد جدا النهاردة الصور ليه منتشرة جدا سعيد ان اتوجهت له دعوة ديت علشان يحضر المباراة سعيد انه موجود في بلده التاني الإمارات النهاردة كتب كده قال أنا سعيد بتواجدي في بلدي تاني بحب الإمارات جدا ومش عارف أقول ايه من كتر حب الناس بلدي تانية وان شاء الله أكون موجود معكم ده يعني النهاردة الصور انتشرت كانت مراته طبعا معاه وكان ابنه فالاحتفال كان به رهيب جدا والحفاوة اللي تم الاستقبال يعني استقباله بيها كانت كبيرة جدا جدا وده يمكن تكريم له ودائما نقول ان دي منحة مش ما احنا ابدا وكل الناس دلوقتي فكراك وكل الناس بتتعيه لك ان شاء الله تقوم بالسلام ان شاء الله قريب جدا هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الناقض الرياضي كبير استاذ جمال الزهيري هنا في البيتك اشتركوا في القناة